اشتركوا في القناة ردود الفعل علي بالفعل أحمد يعني يبدو أن هذه الخطوة التي طالت ذوارها من قبل الرئيس سعيد خاصة أنها تأخرت الآن نتحدث عن أكثر من شهرين منذ 25 من يوليو والتاريخ تفعيل الفصل 80 وما تلاه من إجراءات مخالفة ربما للدستور والتي أثارت ضجة كبيرة في المجتمع السياسي التونسي وخرجت على إثرها مظاهرات الجميع كان ينتظر في هذه الخطوة لتعيين رئيس حكومة لمباشرة مهامها في إدارة شؤون الدولة التي تعطلت منذ تلك الفترة الموضوع أثار جدلا في تونس خاصة خلال هذا اليوم باعتبارها أنها أول أمرأة تكون وزيرة أو رئيسة حكومة في تونس وأيضا في هذا الزمن الصعب الذي تعيشه البلاد هناك من رحب بهذه الخطوة واعتبرها ربما إشارة اتصالية مهمة من الرئيس السعيد لخصومه من السياسيين وحتى كل التسويق الخارجي وبين من قال بأن تثمين هذه الخطوة ولكن للأسف هي جاءت من خارج الإطار الدستوري وبالتالي هناك الأراء تأتي في هذا الجانب طبعا عمر التيس وأعلامي تونسي قال ميركل كانت رئيسة لحزب تاريخي في ألمانيا وكانت لستة عشر عاما مستشارة وخرجت لوحدها من الحكم بلقب أقوى سيدة في العالم نحن نريد مسؤولة سياسية حتى الرئيس لتطبيق سياسة العامة لتوم سمعنا صوتها وسأحطر سيرتها الذيتية لا نعرف عنها شيئا بخلاف نقاط نقارنوها بها أي شبيه تحبوها بميركل نمشوها أنجيلا ميركل بوجين حرم برمضان بمعنى أنه لا تجدر تزوز الإشارة أو تزوز المقارنة بينها وبين أنجيلا ميركل المستشارة الأمريكية نبيل الشاهد وهو إعلامي تونسي أيضا قال أتى لهم برئيسة وزراء متخصصة في الجوفيزيا وزلازل لكي يكون زلزال سياسي وانقلاب ناعم على قاعدة والأهم أنه لا يوجد عليها أي معلومة حتى في محرك البحث جوجل السرية والغرف المغلقة في طريق مفتوح يعني للعمل بطريق مفتوح أشرف عوادي وهو رئيس منظمة أيواتش في تونس قال نجلة بودين مرشحة هي مرشحة السيدة الأولى لرئاسة الحكومة وهنا السيدة الأولى هي إشراق شبيل رئيس حرم رئيس جمهورية قيس سعيد لرئاسة الحكومة رغم معارضة محيط الرئيس ستكون مشيشي جديد الجميع نصحه لكنه اختار أن يأخذ هذا القرار بالتالي سيتحمل مسؤوليته وحده مؤسف أن التعيين بالصداقة ولكننا جميعا في نفس القارب نتمنى التوفيق وكالعادة سننصحها بصدق ولكن سنرقبها أيضا الرئيس لم يتعلم شيء من التجارب السابقة لنعرف أنه محل تحقيق أما الأيام الجاية النجم نتأكد نزيها رجيبة وهي حقوقية ونشطة في المجتمع المدني قالت بتعيين الجنس اللطيف على رأس الحكومة سيكون الانقلاب لطيفا مبروك وربي وفق هذه السيدة نجلة بودن لطفي الزياد قال بالإضافة إلى بعده السياسي والاجتماعي تعيين رئيس للحكومة نقشة اتصالية عالمي من الرئيس السعيد طبعا لطفي يرحب بهذه الخطوة ويعتبرها ربما مبادرة أو خطوة ذكية من الرئيس السعيد للدفاع عن توجهاته أو لتسويق صورته في الداخل أو في الخارج بأنه يحترم المرأة وبأنه ليس الدكتاتوري كما يتهمه معارضه نعم علي قبل قليل في شباك الشارع استطلعنا آراء المغاربة في قرار فرنسا تقليص عدد الإشارات للتأشيرات عفوا لدول المغرب الجزائر وتونس في تونس كيف كان التفاعل على هذا القرار الفرنسي بالفعل هذا الموضوع أثار أيضا جدد كبير في تونس طبعا الجميع ندد بهذا الأمر ولكن الموقف كان من تعاطل رسمي مع هذا القرار باعتبار أن الخارجية التونسية أو حتى الرئاسة لم ترد في هذا الإطار الأعلامي سامير الويفي قال بأن فرنسا تقرر تخف تخفيض في نسبة الفيزات الممنوحة لدول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب وتتشدد في منحها لمواطني هذه الدول ردا على عدم تجاوبها مع قرارات الترحيل مهاجريها الغير شرعيين الجزائر ردت على فرنسا ببيان قوي يرفض القرار ويتوعد وتصعيد والمغرب ردت على القرار الفرنسي بتصريح سارة لوزيري خارجتها يندد بالقرار ويطالب بإلغائه في المقابل أن تونس صمتت ولم تجب أو لم تكن لها أي موقف حتى الآن سارة وهي ناشة حقوقية قالت ردود فعل البلدان المغاربية على قرار فرنسا الجزائر غذبت وقالت سنتعامل بالمثل ونحن لما راحش نعطي فيزا المغرب عملوا تصريح وقال أن هذا القرار غير مبرر لمجموعة من الأسباب تونس مقاتبكم غير مجهود في الوقت الحالي الرجاء ترك رسالة ربضان بن عمر وهو الناتق الرسمي باسم المرصد التونسي لحقوق والحريات قال الفيزا بطبيعتها تجديد في الإجراءات ومكرون المتشدق بمسالدة تونس في أحلك ظروفها يريد ترحيل أكثر من 3000 تونسي لدى أغلبهم مسارات قائمة لتسويت وضعيتهم القانونية في نفس الوقت تونس تمنع أكثر من 20 ألف مهاجر من الوصول للذفة الشمالية وتعترض مهاجرين بحرا لترحيلهم نحو الحدود الليبية بما فيهم أطفال ونساء طبعا هذا الموضوع ما زال ارتدادته في الشارع التونسي باعتبار أن فرنسا تمثل الوجهة الأولى للتونسيين في البحث عن الفيزاوات للهجرة سواء للعمل أو للسياحة علي القاسمي مراسلنا من تونس كنت معنا في شباك هاشتاغ شكرا لك اشتركوا في القناة